بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الحادية والعشرون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء حياكم الله وبرك فيكم هذا الأخ سوداني يقول فضيلة الشيخ ما معنى الآيات الكريمات في سورة القيامة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآيات الكريمات تذكير بالاحتضار وحضور الموت ليتذكر الإنسان ذلك ويتصوره فيتوب إلى الله عز وجل قبل أن يواجه هذا المشهد المريع مخيف استعد له بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله عز وجل إذا بلغت يعني الروح التراقي معروفة وهي ما حول الرقبة من العظام كل إنسان له ترقوتان يمنى ويسرى وروح المحتضر تجمع من جسده ثم تصعد إلى حلقه وتبلغ التراقي ثم يقبضها الملك الموت لا الله جل وعلا يذكرنا بذلك ولا يعلم متى يقع هذا بالنسبة للإنسان إلا الله جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب ودى وما تدري نفس بأي أرض تموت وهو قريب كل ما هو آت قريب صور الإنسان هذا ولا يغفل عن الموت وقيل من أرى قيل معناها أن الملائكة اسألوا بعضهم بعضا من الذي يرقى بروحه ويصعد بها إلى السماء هل تقبضها ملائكة الرحمة ويصعد بها إلى الله تفتح لها أبواب السماء ثم يأمر الله بها أن ترجع إلى الأرض أو أن تقبضها ملائكة العذاب يذهبون بها إلى السجين والعياذب وقيل إن المراد بذلك أن أهل الميت يطلبون له الرقية يطلبون له من يرقيه طلبا للشفاء وقد فات الأوان ولا تنفع الرقعة ولا الأدوية ولا شيء وظن أي المحتضر أي تيقن أنا ظن هنا تيقن أنه الفراق أن هذا هو الفراق وهو الموت فراق الدنيا وفراق الأهل والأحبة فراق المال أنه الفراق الذي لا عودة بعده إلى الدنيا وأن أنه الفراق ويتفت الساق بالساق إلى هذا معناه أن الميت من شدة الكرب يضع ساقه على الساق الأخرى من شدة الألم وقيل التفت الساق بالساق كناية عن الشدة التي يلقاها المحتضر في هذا الحال وقال جل وعلا إلى ربك يومئذ أي في هذه الحالة السياق إلى الله عز وجل إلى ربك يومئذ المساق فيرجع إلى الله وكل الخلايق ترجع إلى الله عز وجل مؤمنهم وكافرون متقيهم وعاصيهم كلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون وإلى الله المصير فالله جل وعلا إليه المرجع والمآل إلى ربك يومئذ المساق قال جل وعلا عن حالة هذا المحتضر فلا صدق ولا صلى لا صدق في حياته وآمن بالله ولا صلى هذا فيها همية الصلاة ووجوب الصلاة في أوقاتها فما حال هذا المتهاون في صلاته لا آمن بالله ولا صدق بالبعث ولا صلى فقرن ترك الصلاة بالتكثيب بالبعث ما يدل على عظم الصلاة وأن تاركها يكفر أن تاركها متعمداً يكفر ولكن كذب وتولى كذب في مقابل صدق وتولى في مقابل صلى لأن المصلي مقبل على الله وتارك الصلاة معرض عن الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا الأخ أرسل بمجموعة من الأس لا يقول بالنسبة يا شيخ لأنين المريض بصوت منخفض هل فيه بأس؟ لا بأس بذلك ولكن ترك الأنين أفضل وإظهار الصبر والتجلد أفضل إذا حصل نعم يقول في مساحة البيت عندي فسحة كبيرة من الأرض وقد نبتت أشجار الليمون وأقوم بزراعتها وتسقى من مياه الصرف هل الأكل من هذه الأشجار جائز؟ مياه الصرف فيها إسكار لأنها نجسة لأنها نجسة مختلطة بالنجاسة ولكن إذا عولجت خففت النجاسة ولا يظهر لها لون ولا ريح فإنه يجوز سقي الأشجار بها وأما الثمرة كونه يتجنبها أخوط نعم يقول من أسئلة حدثون عن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسند الإمام أحمد مؤلف في الحديث وهو أكبر المسانيد وأنفعها وهو كتاب عظيم يحوي على ثلاثين ألف من الأحاديث رواها بأسانيدها رحمه الله ويروي أكثر منها كما قال بعض العلماء حوى ألف ألف من الأحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي فهو اختار منها هذا العدد الذي أودعه في المسند وهو عدد كبير بأسانيدها ولا يحكم عليها بالصحة والضعف أو الحسن وإنما يكل هذا إلى الإسناد فالعلماء ينظرون في الإسناد والروات يعرفون ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف يعرفونها لكن ليس في المسند حديث موضوع أبدا وإنما فيه الضعيف وفيه الحسن وفيه الصحيح أحسن الله إليكم من أسئلة الأخ يقول فضيلة الشيخ فرشة المسجد عندنا والمدة في الصفوف غير متساوية فما حكم تسوية الصفوف في المسجد فنرى هذا متقدم وهذا متأخر والصف الآخر لم يكتمل هل تكون صلاتنا صحيحة؟ الصلاة صحيحة مع الإثم لا بد من تسوية الصفوف تعديل السجاد الذي يصلون عليه من أجل أن يعينهم على الاعتدال أحسن الله إليكم يقول هذا فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله شخص جمع المال لسنين طويلة بغرض إكمال دراسة الماجستير والدكتورة وقد بلغ هذا المال نصاب الزكاة لكنه لم يخرج هذه الزكاة لأنه سأل من كان عنده ممن يظن فيهم العلم فأخبروه بأنه لا تخرج الزكاة من هذا المال إذا كان بهذه النية فما الحكم الشرعي في هذه القضية؟ هذه الفتوى غلط خطأ لا يجوز له من يفتو بغير علم المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول واجبت فيه الزكاة لأي نية ينوي للدراسة أو بناء المساكن أو للزواج أو غير ذلك من الحوائب فضيلة الشيخ تقول الأخت أم عبد الله يتردد بيننا عبارة بين النساء وهو قولهم الله ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه أل هذه صحيحة؟ المعنى الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يرى بالعين في الدنيا في الأبصار وإنما يراه المؤمنون عيانا دار الآخرة إتراما لهم يرونهم في الجنة إتراما لهم لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يرواه فأقرأ أعينهم برؤيته يوم القيامة والكفار لما كفروا به في الدنيا ولم يؤمنوا به حجبهم الله عن رؤيته قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالله في الدنيا لا يرى بالبصر وإنما يرى بالبصيرة والقلب والعقل وذلك بالنظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله القرآنية تأمل فيها لأن الأدلة تدل عليه سبحانه وتعالى كما قال الشاعر يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جزاكم الله خير يقول فضيلة الشيخ هذا السائل وفقكم الله شيخ صالح سؤالي إذا ذهبت للحمام أكرمكم الله وفي نهاية البول نزل ما يشبه السائل المنوي ووقع على ملابسي فقمت بفركه وغسله بقليل من الماء وصليت بنفس الملابس لأنني كنت في العمل فهل الصلاة صحيحة؟ ما دام أنك غسلته بالماء وهو ليس بولا وإنما هو مذي أو ودي غسلته بالماء ولو نضحن بالماء لا بأس بذلك ويكفي هذا لأن نجاسته مخفرة أما إذا كان بولا إذا كانت قطرات بن البول فلابد من غسلها لأنها نجيسة نجاسة ثقيلة فلابد من غسلها حتى تتيقن زوالها هذا مقيم في إحدى الدول الغربية أرسل بهذا السؤال يقول فضيلة الشيخ أنا شخص قدر الله علي وارتدت عن ديني والعياذ بالله ومن الله علي بعدها بالهداية وهداني للإسلام فاغتسلت ونطقت الشهادة وأرجو من الله الثبات ومنكم الدعاء السؤال هل يحبط عملي السابق أي قبل أن أرتد عن الدين وهل يلزم علي أن أعيد فريضة الحج فقد ارتدت عن ديني بعد أن حجيت وأنا الآن مسلم والحمد لله الحمد لله الذي هداك للإسلام والتوبة ونسأله ويثبتنا وإياك على دين الإسلام إلى أن نلقاه به أمين وأما أعمالك التي قبل الردة قد اختلف العلماء فيها فمن تاب بعد ردته هل تعود له أعماله بعد التوبة أو لا على قولين منهم من يرى أنها تبطل ولا تعود ومنهم من يرى أنه إذا تاب إلى الله ورجع إلى دين أنها تعود له على قولين لأهل العلم ومن ذلك الحج كونك تهج مرة ذاني هحوط لك وأبرى لذمتك أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل أرسل بهذا السؤال يقول ما حكم جمع توقعات المأمومين لفصل إمام مبتدع ويدعو إلى هذه البدعة جهارا نهارا فمن حكم في ذلك مأجورين إذا ثبت أنه مبتدع وأنه داعي إلى البدعة فلابد من الإنكار عليه ولا يصلح أن يكون إماما لأنه قد ويقتدي به غيره فيجب السعي في إبعاده عن الإمامة وما فعلتموه إذا صح ما ذكرته فما فعلتموه هو السواب أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ ما سبب اختلاف العلماء والآية الكريمة تقول اليوم أكملت لكم دينكم اختلاف العلماء بسبب اختلاف وجهات نظرهم في الأدلة إذا كانت الأدلة محتملة وكل أخذ منها باحتمال هذا في المسائل الفقهية أما الأصول والعقيدة فلا اختلاف بها لأنها ليست محلا للاجتهاد توقيفية أما المسائل الفقهية قد تختلف فيها وجهات النظر بسبب اجتهادات العلماء ولكن يجب على الكل أن يعرضوا خلافهم على الدليل فما وافق الدليل يأخذ به وما خالف الدليل يترى قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فلابد من رد النزاع والخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل يا شيخ هل يجوز دراسة الإعجاز العلمي بالنسبة للقرآن والسنة النبوية ليس له أصل هذا علم مخترع ومحدث ولا ينسى بلا كتاب الله عز وجل لأن النظريات الحديثة تختلف وهي من تفكير البشر تخطي وتصيب وتتغير ولا تجعل تفسيرا لكتاب الله عز وجل نعم أحسن الله ليكم يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لسؤالي وهو العدد الإجمالي الكامل للأحاديث الصحيحة فقط كم وما هي الكتب التي تختص بالأحاديث الصحيحة مأجورين لا تحصى على حاديث الصحيحة ولله الحم يصعب حصرها وأما مضان الأحاديث الصحيحة هي موجودة في كتب الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح بن حبان وصحيح بن خزيمة توجد فيها الكتب الملتزمة بالصحة توجد فيها الأحاديث الصحيحة وعلى رأسها الصحيحان صحيح البخاري صحيح مسلم نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل المصيبة في المال سببه أو تكون من غضب الله على الشخص المصيبة قد تكون عقوبة ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قد تكون المصيبة لأجل رفعة العبد رفعة درجته عند الله لأجل رفعة درجته عند الله عز وجل قد يكتب الله له منزلة عالية في الجنة لا يبلغها بعمله يقدر عليه مصائب ليصبر عليها فيؤجر يرتفع منزلته في الجنة قد تكون المصيبة تكثيرا لسيئاته وذنوبه فما يصيب العبد هو ما يصيب المسلم هو خير له على كل حال هو خير له لأنه إما تكفير وإما رفعة للدرجات وإما عقوبة على معصية ليتركها ويتوب إلى الله منها نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء هذه تحية من زميل مهندس صوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر